اشتركوا في القناة اللي هو الوحدة الثانية اللي هي وحدة التصنيف نبدأ إن شاء الله بأول دروس هذه الوحدة وهو الدرس الأول من الفصل الأول أنسجة جسم الإنسان التنظيم البيولوجي هو أحد مميزات الحياة وسر من أسرارها فعلى الرغم من وجود الملايين من أنواع الكائنات الحية على اختلاف أحجامها وأشكالها إلا أن هناك نظاما واحدا يجمع معظم الكائنات الحية يعني يا عاشر النظام الذي يجمع جميع الكائنات الحية يطلق عليه اسم التنظيم البيولوجي جميع الكائنات الحية تمر عبر سلسلة من خطوات التنظيم البيولوجي يبدأ هذا التنظيم بمستويات بسيطة وينتهي بالكائن الحي المعقد اللي هو من؟ الإنسان الذي يتفاعل مع بيئته ويعيش مع غيره في هذا الكون نيجي نشوف مع بعض ما هي مستويات التنظيم البيولوجي طبعا إحنا مستويات التنظيم البيولوجي عاشر مرت علينا قبل هيك لكن مش كناش عارفين أنه هذه المصطلحات اسمها التنظيم البيولوجي نشوف الآن بيقولي الذرة هي أصغر جزء في تركيب المادة فهل فكرت يوما في علاقة الذرة بتركيب جسم الإنسان؟ يعني هل في علاقة للذرة بأجسامنا؟ هل فكرت كيف ترتبط هذه الذرات في العنصر الواحد لتركب نسيجا أو عضوا في جسم الإنسان؟ مستعينا بالشكل واحد أكتب التنظيم البيولوجي مبتدئا بالذرة وصولا إلى جسم الكائن الحي نبدأ حسب الرسم وحسب الشكل الموجود عندي هنا بدي أحكي عن التنظيم البيولوجي يبدأ التنظيم البيولوجي بداية بالذرات مجموعة الذرات تعطي جزيئات صغيرة ومجموعة الجزيئات الصغيرة تكون جزيئات كبيرة مجموعة الجزيئات الكبيرة تعطي عضيات مجموعة العضيات تكون خلايا مجموعة الخلايا تكون نسيج ومجموعة الأنسجة تكون أعضاء ومجموعة الأعضاء تكون جهاز ومجموعة الأجهزة في النهاية تعطي جسم الكائن الحي إذن التسلسل والترتيب بهذا الشكل ذرات مجموعة ذرات تعطي جزيئات صغيرة ثم الجزيئات الصغيرة تعطي جزيئات كبيرة الجزيئات الكبيرة عضيات ثم خلايا ثم أنسجة ثم من الأنسجة أعضاء فأجهزة ثم جسم الكائن الحي بالكامل هذا يعاشر ما يطلق عليه مستويات التنظيم البيولوجي طبعا بنفعش أنه أنا أقدم واحد عن واحد تسير وفق تسلسل وترتيب معين عشان هيك سمى إيش مستويات التنظيم البيولوجي نأخذ مثال مثلا اللي هي مجموعة العضيات مجموعة العضيات تكون خلايا العضيات زي إيش زي مثلا البلاستيدات الخضراء وجهاز جولجي والفجوات العصارية والبلاستيدات في عنا كتير عضيات اللي درسناها في الفصل الأول مجموعة هذه العضيات تعطيني خلايا طيب الخلايا نوعين في عنا خلايا نباتية وفي عند خلايا حيوانية الخلايا النباتية تعطي نسيج نباتي أما الخلايا الحيوانية فتعطي نسيج حيواني طيب النسيج يا عاشر النسيج برضو عندنا نوعين في عندنا أنسجة نباتية وأنسجة حيوانية لو جيت تطلعت الأنسجة النباتية اللي تم دراستها في العام للسابق في الصف التاسع مثل النسيج البرانشيمي والكولانشيمي والإسكرالانشيمي وغيرها من الأنسجة أما الأنسجة الحيوانية أو البشرية التي سيتم دراستها إن شاء الله في هذا الفصل مجموعة هذه الأنسجة تكون ما يسمى بالأعضاء الأعضاء على اختلاف أشكالها وأنواعها مثل المعدة والرئتين والقصب الهوائية والمريء والعين إلى غير ذلك من العديد العديد من هذه الأعضاء أيضا مجموعة هذه الأعضاء تكون جهاز كل مجموعة من الأعضاء تعطي جهازا مختلفا على الجهاز الآخر مثلا عندي المعدة والبلعوم والمريء والأمعاء الدقيقة والغليظة والفم تكون ما يسمى بالجهاز الهضمي أما الرئتين والقصب الهوائية والشعيبات الهوائية تكون ما يسمى بالجهاز التنفسي وهكذا مجموعة هذه الأجهزة تعطي في النهاية جسم الكائن الحي جسم الكائن الحي تكون من العديد من الأجهزة وبذلك نقول قد توصلنا إلى إيش مستويات التنظيم البيولوجي نيجي الآن للنسيج ما هو النسيج؟ النسيج هو عبارة عن مجموعة لتعريف النسيج مهم جدا مجموعة من الخلايا المتشابهة في الشكل والتركيب والوظيفة ويوجد منها أنواع متعددة في جسم الكائن الحي زي عندي شكل اتنين شكل اتنين يصف أنواع الأنسجة الموجودة في جسم الإنسان وأماكن تواجد كل نوع من هذه الأنسجة مثلا معطيني أنسجة طلائية ومعطيني نسيج عضلي هيكلي معطيني أنسجة ضامة وأنسجة عصبية ونسيج عضلي قلبي ونسيج عضلي أملس نجي الآن أو نبدأ أولا بدراسة النوع الأول من الأنسجة وهي الأنسجة الطلائية تختلف أماكن وجود الأنسجة الطلائية في جسم الإنسان وتمتلك خصائص تميزها عن باقي الأنسجة الأخرى عندنا لهنا سؤال سؤال بردو كتير مهم السؤال اللي أمامي اللي هو كيف تتغذى الأنسجة الطلائية؟ كيف تتغذى الأنسجة الطلائية؟ نشوف الإجابة الإجابة تتغذى الأنسجة الطلائية عن طريق عملية الانتشار للسوائل من الشعيرات الدموية الموجودة في النسيج الضام تحت النسيج الطلائي مباشرة إذن بفهم من الكلام أن النسيج الطلائي لا يحتوي على شعيرات وأوعية دموية لذلك يستمد غذائه عن طريق السوائل التي تأتيها عن طريق الانتشار من النسيج الضام طيب نيجي الآن بالنسبة لنشاط رقم واحد نشاط رقم واحد له تحضير خلايا طلائية حرشفية مبطنة لإيش؟ هنحكي عن بعض شغلات فيه لكن إيش؟ يعني مش هنتطرق لجميع الأسئلة الموجودة فيه مثلا مشهر مركب كلنا عارفينه شرائح برضو عارفينها وأغطية شرائح ونكشت أسنان لا إيش نكشت الأسنان؟ بدي أخذ عينة الأنسيج الطلائية من بطانة الفم أزرق الميثايل لا إيش؟ أزرق الميثايل لصباغة الخلايا بدي أصبغ الشريحة والخلايا حتى أستطيع رؤيتها بوضوح ورقة الترشيح لترشيح الماء الزائد عن الشريحة بقول لي من خلال تنفيذك النشاط السابق لاحظت أن الأنسجة الطلائية المبطنة لتجويف الفم تتركب من خلايا متراصة الحين بدنا نحدد ما هي خصائص ومميزات الأنسجة الطلائية إذن هنا خصائص ومميزات الأنسجة الطلائية في هذه الفقرة وهي هامة جدا نشوف نحددها أول حاجة خلايا متراصة يعني لا توجد بينها فراغات بينية خلايا كلها إيش متراصة اتنين هذه الخلايا ترتكز على أغشية قاعدية ثلاثة لا تحتوي على أوعية دموية لذلك زي ما حكينا قبل شوي في السؤال من أين تحصل على غذائها عن طريق الانتشار من النسيج الطلائي لأنها لا تحتوي على أنسجة دموية ثلاثة المادة بين الخلاوية قليلة اللي هي المادة الموجودة بين الخلايا طبعا يعاشر هو طبيعي تكون قليلة ليش؟ لأن الخلايا متراصة فهتكون الفراغات البينية قليلة جدا أو تكاد تكون معدومة وكمية المادة التي تقع بين الخلايا تكون أيضا قليلة جدا الخاصية اللي بعدها لها قدرة عالية على التجدد والانقسام بشكل كبير جدا لذلك تعد يا عاشر لأنها سريعة الانقسام وكثيرة الانقسام تعد أكثر أنواع الأنسجة عرضة للإصابة بإيش؟ بالسرطانات طيب نشوف السؤال اللي بعده الآن معطيني سؤال بقولي أذكر أماكن أخرى في جسم الإنسان تتواجد فيها الأنسجة الطلائية طبعا أماكن أخرى زي القنوات التنفسية والأمعاء والمعدة والغدد طيب السؤال اللي بعده ناقش سبب ارتكاز الأنسجة الطلائية على غشاء قاعدي السبب لأن الغشاء القاعدي يعمل على دعم النسيج الطلائي وتثبيته ويفصله عن النسيج الضعم الموجود أسفل منه طيب الآن نشوف مع بعض أهمية النسيج الطلائي عندنا ثلاث أهميات أو ثلاث وظائف للنسيج الطلائي النسيج الطلائي موجود للحماية والامتصاص والإفراز حسب مكان وجوده مثلا تكون وظيفة الحماية كما في الجلد الذي يحمي جسم الإنسان أو الجسم بشكل عام من العوامل الخارجية ومن المواد الكيميائية الضارة وبطانة القنوات التنفسية أما الامتصاص كما في الأمعاء التي تمتص المواد المهضومة إلى داخل الجسم كما في الخملات تعد إيش أنسجة طلائية الإفراز كما في الخلايا الإفرازية في المعدة التي تفرز العصارة المعدية الهاضمة اللي هي حمد الهيدروكلوريك وإنزيم الببسين إلى هنا نكون قد انتهينا من هذه الحصة وهي الحصة الأولى من الفصل الدراسي التالي تابعونا في الحصة التالية إن شاء الله مع أنواع الأنسجة الطلائية دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا